إسرائيل لم تنتصر على المقاومة الفلسطينية ولكنها تفترض أنها هي المنتصر الذي يستطيع إملاء الشروط المقاومة لا تزال تقاتل قوات الاحتلال من أقصى شمال غزة إلى أقصى جنوبها وقد كبدت قوات الاحتلال ما يكفي من الخسائل المباشرة وغير المباشرة في المعدات والجنود والاقتصاد ولم تظهر علامة واحدة على الانكسار إسرائيل حققت نصرا موهوما على جفف الأطفال والنساء وفي حرب الجوع فقط وتفترض على هذا الأساس أنها تستطيع إملاء الشروط اجتماعات باريس بين الوسطاء المصريين والقطريين من جهة وبين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى قدمت انطباعات متضاربة بينما قيل إنه علامات نحو بدء مفاوضات جدة وبين ما وصفته حركة حماس بأنها إشارات سلبية لأن إسرائيل تضع عراقيل كثيرة أمام التوصل إلى اتفاق مسؤولون في الحركة قالوا إن نتنياهو يحمل وفده إلى المفاوضات قائمة بأربع لاءات لا وقف للعدوان ولا انسحاب من القطاع ولا عودة للنازحين إلى الشمال ولا صفقة تبادل حقيقية رئيس الوزراء الإسرائيلي كرر عزمه على بقاء السلطة الأمنية في غزة بيد إسرائيل بعد وقف الحرب يشجعه في ذلك أن العديد من الحكومات الغربية اختارت أن تنزل قائل الحفرة التي نصبها لها منذ بداية الحرب من خلال شروط غير قابلة للتحقيق فأصبحت هذه الشروط عقبة أمام أي فرصة لتحقيق وقف الحرب القضاء على حماس والسيطرة الأمنية على غزة وتولية السلطة فيها لمكونات لن يمكن العثور عليها هي أضغاف أحلام على أرض الواقع ولكنها تحولت إلى عقبات وعوائق تهدد المفاوضات بالفشل نتنياهو وحكومته يتخفان من الدمار وحرب التجويع سلاحا لإملاء الشروط لسان حال إسرائيل يقول لقد هزمنا ولا نازلوا مهزومين في أرض المعركة ولكن يمكن أن ننتصر بقصوة الجوع على الأطفال والنساء شكرا للمشاهدة